لو عايز تشتري جهازك كله ومتعرفيش عنه حاجة خليكي معي لاخر الفيديو هنتفرج ونعرف كل حاجة عن مفروشات العروسة من كنوز المحلة مفروشات فيها الخير اشتركوا في القناة بسم الله متعلينا قاة فراجي فراجي على الطاقم ده على الطايل ده حتة حلوة دخلها ارجانزة اللي بتمكت ولا بتوبر الناس اللي بتخاف مقساتها كبيرة كل لطقم عندي مقساتها كبيرة عشان تبقي عارفة انا ما عنديش مقاس صغاية هدي فريشة سبريل كنت مقصودة بصوا كده الحتة دي منتبه للاخر السرير يعني هتبقى باينة معيك وزهرة في السرير حتة ما شاء الله بتتكلم عن نفسها مضعم فيه بقى سترس وحاجة يعني محترم أدوك بصوا بقى طاقم ده كمان حتة ما شاء الله جبير يعني أنا مش عايزة تكلم بس خامة وشكل وألوان متاح طبعا جمال الألوان عشان تبقي عارفة متاح جمال الألوان اللي أنا عايزة أقولولك بقى والنصيحة ليكي يعني النصيحة اللي أنا عايزة أقولالك النهاردة من أختك صغيرة أختك الكبيرة أن أهم حاجة ما تكرريش فطء مسترير ما تكرريش نفس الشكل أو مع اختلاف الألوان ده خلي عندك مثلا لها تصيري عشرة أم يبقى عشر قط أم من عشر أشكاء زي ما تشايفة كده فراجي معي هنا كده شايفة الطاقم ده وشايفة الطاقم ده بصي عندك بقى الألوان وعندك المطعم وعندك المطرب حايزين نوريها بصة أكبر قطر إنها تبقى شايفة كل الحاجات بصوا الحاجات دي فيها جبيرات الألوان لازم تختاري حاجتك بعناية وتبقى الحاجة بشكلها حلو جدا تبقى إنتي عارفة أنا بجيب حاجة العمر الحاجة اللي هتفرق معي الحاجة اللي هيبقى شكلها حلو يا سيدي كله وطبعا لو إنتي بتفكري تجيبي عشر أو اتنشر طاقم طبعا كل احتاجات عرصة بتختلف عن التانية لازم تشكلي الأصفر البنج الأبيض تختاري الأشكال والألوان ما يفاش تختاري حاجة